اهلا وسهلا بكم في قناتي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشي نهاردة هنتعلم مع بعض نعمل الجيبة الرقيقة دي حس انها هتعجبكم ان شاء الله الجيبة عبارة عن طبقات بس السهولة فيها ان احنا دايما بنعمل الطبقات بنعمل لها شبكة من تحت بالكروشي وبعدين بنسبت عليها الطبقات اه وتبقى الشبكة من اول القمر لغاية اخر الديل اه لكن انا السهولة النهاردة ان احنا بنعمل جيبة من غير شبكة يعني بنعمل الطبقات بتاعت الجيبة لازقف بعضها من ورا بعض كده زي ما حضراتكم شايفين طبقة بتركب على طبقة وبيباني انها طبقات وليها شبكة لكن هي ما لهاش شبكة وزي ما قلت لحضراتكم دي بتسهل علي قوي قوي الشغل الغرزة بترمي بسرعة يعني بتلاقي نفسك بتطويل الجيبة من غير ما بتستهلكي اه اسطر كتيرة لكن هي بتاخد خيط شوية بتاخد خيط يعني شوية معاقلين كده يعني دي خدت شلة ونص النموذج الصغير ده ده لطفلة عمرها ست شهور او يعني اكتر من ست شهور شوية الجيبة عبارة عن وحدات وانا شرحالكم انه ازاي لازم نعمل الوحدات عددها في الامام يساوي عددها في الخلف ولازم تكون الوحدات قدام بعضها زي ما حضراتكم شايفين لازم الوحدة تبقى قدام الوحدة بالطريقة دي وده بيديني شكل جميل في اللبس ما بتبقاش الجيبة فيها حاجة ملخبطة اتمنى لكم مشاهدة ممتعة حبيبي ان شاء الله يعجبكم الفيديو ان شاء الله تنفذوه ويلا بينا نبتدي الفيديو هستخدم خيط الازي ودي شل لاميج جرام حضرتك ممكن تستخدمي اي خيط لان احنا بنتعامل مع المقاسات بالمتر مش بس بعدد الغرز عدد الغرز هناخده بس اللي هو بنتبقه على التصميم الغرزة يعني الموتيفة الوحدة او الوحدة الوحدة تحتاج مننا كم غرزة وبنقررها على حسب المقاس اللي احنا عايزينه فانا استخدمت الخيط ده حضرتك تستخدميه شاتوي تستخدميه صيفي تستخدمي اي نوع من الخيوط لان احنا زي ما قلت لحضرتك بنلتزم بس بالقياسات المترية القمر هبتدي وبعدين ابتدي ادخل في كل سلسلة من العشر سلاسل واعمل غرز حشو وفي نهاية السطر هيبقى عندي عشرة غرزة حشو عرفته برضو انا ليه ارتفعت غرزة وما خلتش غرزة الارتفاع من نفس العشرة اللي انا اشتغلتهم لو كنت خليت الغرزة هي هي العشرة ما زودتش عليهم غرزة كان هيبقى عدد غرز الحشو تسعة ده لو انا عايزاهم تسعة لكن انا عايزاهم عشرة كاملين فانا عشان كده ارتفعت غرزة بدخل في غرزة السلسلة واعمل فيها غرزة حشو عادية خالص احافظ على عدد الغرز عشرة عشان ملاقيش القمر حتة كبيرة وحتة صغيرة عملت العشرة العشرة غرز وبعدين هرتفع سلسلة وبعدين ادخل في اول غرزة بس هدخل فين هدخل في الفتلة الورى بتاعة الغرزة الغرزة فيها فتلتين كل غرزة بيبقالها فتلتين انا هدخل في الفتلة الورى من الغرزة وهعمل برضو غرز حش ده يديني شكل البلسين اللي بنعمله بقبر التريكو بيجي منظر حلو للقمر وبيبان فعلا انه كأنه زي السطور بتاعة غرزة وغرزة اللي بنعملها في التريكو ودي اسهل للناس اللي ما بتعرفش تريكو على فكرة ممكن نعمله القمر بقبر التريكو برضو وبعدين نقفله ونبتدي عليه كروشية فيش مشكلة خالص بس انا مش عايزة ان انا يعني اخليكو تستعمله ابر تريكو في ناس ما بتعرفش تستعملها هشتغل كده لعشر غرز بالطريقة دي حافز على العدد وده هيبقى شكل الاسطور اللي عندي هيبقى فيها جزء بارس كده وجزء غاطس من الناحية التانية وهشتغل كده لغاية طول يساوي طول القمر يساوي دوران الوسط انا كده خلصت دوران الوسط هنا بنقيس دوران الوسط زي مقاس دوران الوسط للبنوتة اولينا اللي احنا هنعمله طيب الوسط ده القمر ده عرض قد ايه القمر ده عرض اربع سنتي اربع سنتي طيب وطوله قد ايه طول القمر طول القمر اتنين وخمسين سنتي طول القمر ده بيساوي دوران الوسط هعمل كده دوران الوسط هيبقى ده دوران الوسط لما يجي نشتغل قمر الجيبه لأي حد نقلل طول القمر شوية صغيرة في حدود اتنين سنتي بس عن دوران الوسط الحقيقي ليه لان ده شغل يد شغل تريكو او شغل كروشي ايا كان وده مع الاستخدام بيوسع وانا مش هعمل ولا عراوي ولا زراير انا هقفله على طول كده طيب ما هو لو وسع من كتر اللبس هيسقط من الوسط بتاع البنوتة او من بتاع الشخص اللي احنا بنعمله الجيبه دي فانا معلومة بقولها لحضراتكو عشان بعد ما تخلصوا ما تتعبوش انا بقلل في حدود اتنين سنتي دايما في كل الجبات للكبير وللصغير بقلل في القمر الجيبة اتنين سنتي عن المقاس الطبيعي او المقاس الحقيقي عشان دا قمر مع اللبس ببصوا بيعمل زي القستك هيتمط معايا وممكن يقع من وسط اللبنوتة اللي هتلبسه طيب انا زي ما قلت لحضراتكم انا دلوقتي مش هعمل ولا عراوي ولا زراير طب هعمل ايه هبتدي اقفل اللي اتنين دول مع بعض كده مفروض ان انا عندي عشر غرس في النحيتين في النحية دي والنحية دي هدخل بالابرة وادخل في اول غرزة واسحب بس الخيط وبعدين ارتفع سلسلة لسهولة الشغل وبعدين كل غرزة بتقابلني قدامها الغرزة اللي قدامها الناحية التانية واسحب الخيط وامل غرزة حشو والغرزة اللي بعدها العشر غرز كلهم هعمل كده غرزة وصدها غرزة على طول عشان يبقى مظبوط ما تبقاش حتة نزلة وحتة طلعة سهلة قوي تقل لهم عشر غرز يعني مش حكاية غرزة غرزة قدامها غرزة على طول واخر غرزة بتبت عليها عشان ما تبقاش فيه حتة مفتوحة ويبقى انا قفلت بالطريقة دي قفلت القمر والناحية اللي انا اشتغلت فيها هبتدي اقلبها عشان تبقى دي الضهر ويبقى انا عندي وش الجيبة بالطريقة دي هبتدي اقسم اول سطر هو السطر اللي لازم هتم بيه قوي قوي لانه هو ده اللي فيه التقسيم بتاع الغرز طب انا هعمل ايه انا هرتفع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا هعتبر اخذ الفتلة دي كده من ورا ارتفعت خمسة سلسلة وانا اشتغلت في الجزء ده هسيب الجزء اللي في النص ده واشتغل في اللقصاد وعلى طول اللي زيه واعمل غرزة حشو ويبقى الخمس سلاسل انا خدت لهم المسافة دي واحدة تانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغلت هنا هسيب دي واشتغل هنا لازم اشتغل على مسافات متساوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغلت هنا هسيب دي واشتغل الناحية التانية هسيب واحدة في النص واشتغل الناحية التانية طيب بصوا انا عملت ايه انا هشغل السطر كله فراغات بالطريقة دي غرزة حش وخمسة سلسلة غرزة حش وخمسة سلسلة وهكذا هاخد المسافات اللي انا هسيبها في كل فراغ ادت تانية كل فراغ ادت تاني في نفس الوقت انا عايزة عدد الفراغات دول يساوي رقم يقبل الاسم على اربعة الحاجة التانية ان عدد اللي يقبل الاسم على اربعة يديني ناتج كام يعني يديني تمانية يديني اربعة يديني ستاشر يديني عشرين يديني رقم زوجي ليه عشان عدد الوحدات اللي موجودة في الامام تساوي عدد الوحدات اللي موجودة في الخلف انا بقول لحضرتك معلومات على اساس انه ماكملش الجيبة اشتغل فيها جزء معين واروح فكه الفك بيتعب وبيزهق واحنا بنبقى عايزين مشتقين نخلص الحاجة بسرعة ونلبسها فهنا يبقى انا عايزة الفراغات تبقى على مسافات متساوية نمرة واحد نمرة اتنين عدد الفراغات يقبل الاسم على اربعز نمرة تلاتة لازم الناتج يكون عدد زوجي ليه؟ عشان تبقى عدد الوحدات اللي هتبقى موجودة في الامام تساوي عدد الوحدات اللي هتبقى موجودة في الخلف هخلص الفراغات دي وارجع لحضرتك كده خلصت السطر الاول وحفظت على المسافات بين كل فراغ والفراغ اللي بعده وهنا هختم اخر خمس سلاسل فاول غرزة انا عملتها وهعمل غرزة منزلقة طب هل انا حفظت على الشروط اللي انا قلتها لحضراتكم اول حاجة ان انا حفظت على المسافة بين كل فراغ والتاني خدت مسافة واحدة لكل فراغ والتاني طيب الشرط التاني هل الفراغات قدام بعضها في الناحيتين انا هنا لازم الفراغات اللي في الامام تبقى قصاد الفراغات اللي في الخلف هتقول لي ما هيجيبة ودير ما يدور وخلاص ونعمل لا لما بيبقى عدد الحاجات الغرز والوحدات اللي موجودة في الظهر قد عدد الوحدات اللي موجودة في الامام ده بيريحني جدا وما بيخليش الجيبة تبقى لفة على البنت تبقى موروبة لا تبقى دغري ونزلة جميلة جدا بنفس النسبة وبنفس المقياس فانا هنا كل الوحدات زي ما انتوا شايفين حضراتك قدام بعضها هنشوفها مع بعض وفي دلوقتي هنبتدي السطر رقم اتنين السطر رقم اتنين انا هدخل في اول فراغ هنا ده اول فراغ وحدخل اعمل منزلقة وبعدين ارتفع تلاتة سلسلة يمثلوا عمود يبقى ده اول عمود عندي واكمل في الفراغ دي الفتلة اللي انا كنت وغدها للتنظيف هشلة وبعدين احطها بعدين هنا ده اول عمود بتلاتة سلسلة هكمل في الفراغ سبع عمود مع التلاتة سلسلة يبقوا تمانية عمود يبقى انا عايزة املى الفراغ الاولاني بتمانية عمود كده واحد يبقى هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى انا عملت تمانية عمود في اول فراغ الفراغ اللي جنبه هعمل غرزة حشو وبعدين هعمل خمسة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة وغرزة حشو في الفراغ التاني اللي بعده خمسة سلسلة اربعة خمسة وغرزة حشو في الفراغ اللي بعده يبقى انا اشتغلت تمانية عمود في اول فراغ تاني فراغ غرزة حشو خمسة سلسلة وتالت فراغ غرزة حشو خمسة سلسلة ورابع فراغ غرزة حشو بعد غرزة الحشو دي هاجي على الفراغ اللي بعده واعمل تمانية عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى اعملت تمانية غرزة عمود بلفة بعد كده هعمل غرزة حشو هنتفق ان التمانية عمود قبلهم غرزة حشو من غير سلاسل وبعدهم غرزة حشو من غير سلاسل هتقولي لي ما انا ما عملتش هنا قبلها غرزة حشو وانا راجع بقى هاختم هنا بغرزة حشو وبعدين خمسة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة والفراغ اللي بعده غرزة حشو خمسة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو بعد غرزة الحشو دي انقل على طول واعمل التمانية عمود بلفة في الفراغ اللي بعده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثم 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 الفراغ اللي بعده غرزة حشو وهكذا هشتغل سطره كله بنفس الطريقة اشتغل ازاي غرزة حشو في فراغ ثمانية عمود في فراغ غرزة حشو في الفراغ الثالت خمسة سلسلة وفي الفراغ الرابع غرزة حشو خمسة سلسلة وفي الفراغ اللي بعده غرزة حشو يعني الموتيفة بتبتدي من اول غرزة الحشو لغاية غرزة الحشو دي للتانية يعني غرزة الحشو دي هنا والجزء ده لهنا لكن هي بتخلص هنا في الحتة دي كده فانا بقرر لغاية ما اوصل للصف كله واخلص خلصت كده السطر وعايز اقول لحضراتكم انا عملت هنا الفسطونة اهي اللي هي تمانية سلسلة بصوا تمانية قدام تمانية هون دي اول واحدة تاني واحدة تمانية قدام تمانية تالت واحدة تمانية قدام تمانية ان الوحدات في الامام والخلف قدام بعضهم قدام بعضهم يبقى حتى الجناب هتبقى زي بعضها مبقاش ماشية بالجيبة الجنب فيه حاجة والجنب التاني فيه حاجة تانية ماشي حبايبي طيب هنا انا وصلت الاخر السطر عملت الفسطونة تمانية عمود وعملت غرزة حشو وخمسة سلسلة وغرزة حشو باقي اعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين غرزة حشو وهقفل السطر بعد غرزة الحشو على طول فاكرين اول غرزة كنت عملها تلات سلاسل في العمود الاولاني هدخل في العمود الاولاني واعمل فيه غرزة منزلقة واعمل فيه غرزة منزلقة اخر غرزة سلسلة في العمود هعمل غرزة منزلقة وابقى كده خلصت السطر بالطريقة دي سهلة جدا جدا طبعا ده نموذج صغير لطفلة لسه ست شهور لكن احنا ممكن نكبره ان شاء الله نعمله لنفسنا طيب دلوقتي هبتدي السطر التاني هو كده السطر التالت عملت السطر الاولاني سلاسل وفراغات السطر التاني فيه العمدة هنعمل دلوقتي في الوحدة هنعمل السطر الرقم ثلاثة انا دلوقتي فوق اول عمود فوق اول عمود اللي هو السلاسل هرتفع تلاتة سلسلة يمثلوا العمود الاولاني فبقى عمود فوق العمود وبعدين هعمل اتنين سلسلة للفراغ يبقى عملت كم سلسلة خمسة تلاتة منهم للعمود واثنين للفراغ وبعدين هدخل فيه الغرزة التانية على طول تاني غرزة منسهاش وبعدين اعمل عمود وبعدين اتنين سلسلة هدخل في الغرزة رقم ثلاثة شايفين فين؟ اهي هدخل في الغرزة رقم ثلاثة واعمل عمود وبعدين اتنين سلسلة الغرزة رقم اربعة وهعمل عمود واثنين سلسلة هشتغل كده فوق التمانية انا كده عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتنين سلسلة ستة اتنين سلسلة سبعة اتنين سلسلة ثمانية يبقى عملت ثمن اعمدة فوق الثمن اعمدة بس الفرق بينهم وبين السطر اللي تحتهم ان بين كل عمود وعمود فيه فراغ باثنين ايه؟ باثنين سلسلة هنا في عندي فراغين كل فراغ كان فيه خمسة سلسلة حاجة انا بعد دايما الموتيفة دي او بعد الوحدة دي بدخل على اول فراغ واعمل غرزة حشو وبعدين هعمل خمسة سلسلة ثلاثة اربعة خمسة وفي الفراغ اللي بعده غرزة حشو يبقى انا اختصرت الفراغين في السطر اللي فات عملتهم في السطر ده فراغ واحد بينا اوي اهيه طب انا عملت خلاص غرزة الحشو هدخل على الوحدة دي واشتغل فيها زي الوحدة دي بالزبط العمود الاولاني عمود بلفة اتنين سلسلة العمود التاني اتنين سلسلة العمود التالت اتنين سلسلة الرابع اتنين سلسلة الخمس اتنين سلسلة السادس اتنين سلسلة اتنين سلسلة الاخير كده رقم تمانية ده اه نيجي نعد الفراغات بقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كان عندي تمانية عمود بسبعة ايه بسبعة فراغ بعد الوحدة دي بدخل على طول في الفراغ اللي بعدها وعمل غرزة حشو وانقل على الاعمدة واشتغل فيها عمود واثنين سلسلة وهكذا في التمانية واوصل بالسطر كله ان يبقى عندي الوحدات بالطريقة دي اقتدت توضح الوحدة اللي انا بعملها وزي ما حضراتكم شايفين قدام بعض في الاتنين في الناحيتين هقفل مع حضراتكم السطر انا هنا عملت السبع فراغات او السبع مسافات وبعدين عملت غرزة حشو وبعدين هاعمل خمسة غرزة سلسلة ثلاثة اربعة خمسة وبعدين غرزة حشو وبعدين هاقفل لو فاكرين حضراتكم انا كنت بتجب خمسة سلسلة ثلاثة يمثلوا عمود واثنين يمثلوا فراغ فهروح للغرزة رقم ثلاثة واسيب الاثنين بتوع الفراغ واعمل غرزة منزلقة وابقى خلصت كده السطر ده الشكل بتاعه طيب هنبتدي بعد كده السطر الرابع في السطر الرابع انا هوصل لاول فراغ انا عندي سبع فراغات هوصل لاول فراغ واعمل منزلقة عشان اعرف ابتدي من عنده اول السطر بس هبتدي تلاتة سلسلة يمثلوا عمود تلاتة سلسلة كده عمود وبعدين هلف لفتين على الابر وبعدين ادخل في نفس الفراغ واسحب الخيط واسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين ألف لفتين تاني وادخل اعمل تالت عمود انا كده عملت عمودين هعمل التالت هسحب لفتين وبعدين اسحب لفتين فاول سطر بس هيبقى فيه تلات لفات على الابرة فحاخدهم مع بعض وبعدين اعمل تلاتة سلسلة وده هيبقى شكلها هدخل اعمل لفتين وادخل للفراغ اللي بعده اسحب لفتين وبعدين لفتين فهيتبقى على الابرة لفتين ألف لفتين تاني وادخل واعمل نفس الحكاية اسحب لفتين وبعدين لفتين اتبقى تلاتة على الابرة بس دول عمودين انا عايزاهم تلاتة عمود زيان فهنا عشان كده بقول الاولانية بس اللي مختلف عنه وبعدين هلف لفتين وادخل تالت مرة واسحب لفتين وبعدين لفتين فهنا تبقى كام لفة على الابرة اربعة كله هيبقى اربعة معادة الاولانية عشان دي كانت بداية السطر فعملت لي تلاتة بس اسحبهم كلهم مع بعض وبعدين اعمل تلاتة سلسلة وهشتغل بنفس الطريقة في كل الفراغات اللي هنا هعمل واحدة تاني معاكم بلف لفتين وادخل في الفراغ اللي بعده اسحب لفتين وبعدين لفتين اتفضل لفتين على الابرة الف لفتين تاني وادخل مرة تانية اسحب لفتين وبعدين لفتين بقم تلاتة على الابرة بس انا كده عامل عمودين اتنين بس هلف تاني لفتين وادخل في نفس الفراغ واعمل اسحب لفتين وبعدين لفتين هيتبقى اربع لفات على الابرة بتلاتة عمود هسحبهم كلهم مع بعض وبعدين اعمل تلاتة سلسلة هشتغل في كل الغرز بنفس الطريقة دية لغاية ما خلص السبع فراغات فهنشوف هيدوني قد ايه دخلت في السبع فراغات وعملت السبع مجموعات اللي حضراتكم شايفينهم دول اخر واحدة هخرج منها بقى خلاص للجزء ده فهعمل اتنين سلسلة انا كنت هنا بشتغل بين كل واحدة وواحدة تلاتة سلسلة انا هشتغل اتنين سلسلة وبعدين هعمل غرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة وبعدين ادخل على الفراغ الاولاني واشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها قبل كده وحكمل السطر كله بنفس الطريقة دي يبقى الوحدة بتكبر معي وهنا الجزء ده بيقل هكمل السطر كله وارجع لكم خلصت كده السطر الرابع وهنبتجي دلوقتي في السطر الخامس ويعتبر ده السطر الاخير من الوحدة يعني الوحدة بتتكون من خمس اسطر هنهي بس معاكو السطر الرابع انا عملت اخر حاجة اتنين سلسلة ولو فاكرين انا كنت بادية هنا هاجي اقفل في تالت سلسلة اللي هو في اول عمود كنت بادية وكده نبقى خلصنا السطر رقم اربعة هنبتجي مع بعض السطر رقم خمسة اخر سطر في الوحدة وبعد كده هنقررها بقى تاني طيب انا هعمل ايه عايزة ادخل للجزء اللي هو الفراغ ده فانا هعمل منزلقة تاني قبل ما ادخله عشان ما يشدش بس وبعدين هدخل في الفراغ دايما لما حب اوصل لمكان بوصله بمنزلقة وبعدين هرتفع سلسلة واعمل اتنين غرزة حشو وغرزة حشو تاني يبقى عملت في البداية غرزتين حشو وبعدين هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو في كل فراغ اللي موجودين عندي هعمل اتنين في كل فراغ هعمل اتنين غرزة حشو اربعة سلسلة اتنين غرزة حشو لغاية ما اوصل للمكان ده كده الوحدة دي خلصناها كده عاملة زي غرزة ربيكو بس بعملها باثنين حشو واربع سلسلة واثنين حشو وده هيبقى شكلها كان فيها سبع وحدات السبع وحدات ليهم ست فراغات طيب وصلت للتنين سلسلة واثنين سلسلة اللي كنت عاملهم السطر اللي فات هدخل في كل واحدة منهم واعمل اتنين غرزة حشو مش هعديهم كده غرزتين حشو في الناحية دي وغرزتين حشو في الناحية التاني والسطر كله همشيه بالطريقة دي هتجي معاكم بس هنا هدخل في الفراغ الاولاني واعمل غرزة حشو وبعدين غرزة حشو ويبقى اتنين وبعدين اربعة سلسلة في نفس المكان غرزتين حشو وهكمل السطر كله بنفس الطريقة وما ننساش لما نيجي للسلاسل هنا نعمل اتنين غرزة حشو واثنين غرزة حشو اللي هي المسافة الفصلة بين وحدتين خلصنا السطر الخامس وخلصنا الوحدة كلها والوقت انا عايزة ابتدي وحدة جديدة بس مش عايزة ابتدي الوحدات ورا بعضها عايزة اخلي الوحدة اللي بعدها تيجي من ورا وبعد كده تبان من قدان يعني ايه؟ يعني عايزة طبقة تكسي على طبقة فانا هعمل ايه؟ هاسحب الابرة بعد ما خلصت السطر كده هدخل الابرة من الفراغ ده وادخل الابرة كده واسحب الخيط واعمل غرزة حش وبعدين ارتفع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خلصت الفراغ الاولاني هسيب الفراغ التاني واروح للفراغ التالت واسحب الخيط واعمل غرزة حش واعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو فاكرين ده سطر التقسيم الاولاني خالص ده اول سطر في التقسيم اسيب اللي بعدها دي يعني باسيب واحدة وبدخل في اللي بعدها واعمل غرزة حش وخمسة سلسلة واروح لاخر واحدة واعمل غرزة حش وخمسة سلسلة وبعدين اروح على اول واحدة واعمل برضو غرزة حشو من الخلف عشان انا هبتدي على التقسيمات دي اشتغل وبعدين خمسة سلسلة واسيب التانية واروح للتالتة واعمل غرزة حشو وهكذا هاعمل كده بالطريقة دي في كل السطر من وره ويبقى التقسيمة بصوا انا عملتها فين عملتها في الظهر تحت بالطريقة دي عشان الطبقة دي تبقى جاية على الطبقة اللي بعدها هكمل السطر كله خلصت كده السطر اللي في الاول اللي هو اول الوحدة اللي هو السلاسل والفراغات ودلوقتي هوريكو بس زي نقسم وبعد كده هيبقى كله تكرار انا هنا قفلت السطر بعد ما عملت خمسة سلسلة قفلت في اول غرزة حشو انا عملتها هتلاقوا في كل واحدة من دول في وراها تلاتة من الفراغات دي الفراغ يلي في النص هو اللي هعمل فيه الاعمدة دي والفراغي اللي على الحرف ده غرزة حشو والفراغي اللي على الحرف ده غرزة حشو معها يبقى انا عايزة الغرزة الجديدة اه الي تبتدي يبقى في النص زيها الـ8 اعمدة دول فنا دلوقتي سأبتدي في اول فراغ هدخل فيه وهعمل غرزة حشو وبعدين اتنقل للفراغ التاني واعمل فيه تمانية عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبعضين غرزة حشو يبقى التلات سلاسل الوراء او التلات فراغات الوراء هعمل في واحد غرزة حشو وفي التاني التمن اعمدة وفي التالت غرزة الحشو بحيث ان الاعمدة دي تبقى فوق الاعمدة دي او في نفس مستواها بعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو وبعدين خمسة سلسلة والفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو وبكده اروحت اروحت للفراغ اللي في النص اللي هو فوق الوحدة دي وابتدي اعمل فيه تماني عمود بنفس الطريقة هشتغل السطر كله وبنفس الخطوات هبتدي ارتفع في جسم الجيبة الطول اللي انا عايزة اوصله يبقى تهمين عملنا ازاي اهم حاجة ان الوحدة دي تبقى فوق الوحدة دي وبعد كده اهم الفسطنات زي الفسطنات اللي هنا بالزات وابتدي اشتغل وحيبقى الوحدة شكلها كده وهتبقى مغطية شوية على الوحدة اللي بعدها اكمل بقى الجيبة الاسطر اللي انا عايزها وارجع لحضرات حبابي وكده خلصنا الجيبة بتاعتنا يارب تكون عجبتكم ويارب تكونوا استفدتم من شرح الطريقة اتمنى تعملوها واتمنى تعجبكم وتعجب بناتكم مرسيل حسن مشاهدتكم مرسيليكم مرسيل تعليقاتكم مرسيل اشتراكاتكم مرسيل دعمكم لقناتي مرسيل كل كلمة حلوة بتقولوا هالي وتشجعوني بيها مرسيحة بايبي بحبكم كلكم باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر